استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له وفي مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات من جانبي أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي على رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية المصرية وخاصة على مستوى القيادة السياسية في كل البلدين الشقيقين مؤكدا في الوقت ذاتي على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتكون رافضا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية مصرية وإن شاء الله ستكون هذه اللجنة مشتركة بين البلدين علاقتنا مع مصر تاريخية وأبدية لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين المعظم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما هي عبارة عن لقاءات قمم بنسقه دائما قضايا الأم العربية عمرها مصر ما كانت تبخل على دعم أي دولة عربية نتمنى أن نكون دائما بأحسن حال